الله أمريك الله أمريك دم مسلم ما بالك بمن جاء على أبواب التقار يبحث عن لقمة عيش له وقوت لأطفاله ليوم عيده أو ليلة عيده برغم فرحتنا بخروج الأسرى إلا أننا فجعنا كما فجع الشعب اليمني بتلك الفاقة فاقة الجوع التي أودت بمئة وعشرين مواطنا يمنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم شهداء رسالة أقولها إلى الحوثة إلى عبد الملك الحوثي يقولك أما السائل فلا تنهر هذا هو القرآن يا من تدعي أنك قرآن ناطق السائل اليوم قتل السائل اليوم شرد المحتاج اليوم أهين وجرح فأين هذا القرآن الناطق الذي تدعي به تقولون ما لا تفعلون هم شهداء خواتم رمضان وشهود على صلف الكهنوت وممارستهم والوضع المزري والمعيشي الذي أوصلوه أوصلوه أبناء شعب اليمني إليه هذه القريمة تضاف إلى سجل قرائم ميليشيات الحوثي الآن صلينا على صلاة الغائب والشهداء الذي سقطوا في العاصمة صنعاء ومع لهم للصبر والدعاء ونقول للميليشيات الحوثية بآخر أعمالها الجرامية الذي إضراح ضحيتها ما فوق المياه أرحم الراحمين أرسل لنا العميد طارق محمد عبد الله صالح هدية من أرحم الراحمين لتحرير ما تبقى من اليمن أننا في مدينة التربة نتضامن تضامنا كاملا مع أسر الشهداء في ليلة الثمن والعشرين من رمضان التي ذهبوا بسبب صلاة الميليشيات الحوثية بسبب إطلاق النار تمثل ذلك بتزاحم الناس على بوابة مدرسة معين في العاصمة صنعاء وجاء هذه الليلة كست اليمن باللون الأسود وضعت فرحة العيد علينا